الامور بالشكل المطلوب اليمن واقع وأفق توصيف لندوة عقدها في مدينة اسطنبول مركز سيتا للدراسات بالتعاون مع مركز ييني يمن الإعلامي بمشاركة باحثين يمنيين وأتراك صلت الضوء على حركة الثورة اليمنية والعراقيل التي واجهتها وسبل الخروج من الأزمة الحالية هذه الندوة التي ستقام اليوم بالتعاون مع سيتا هي للتعريف بحقيقة ما يجري في اليمن والمستهدفون في هذه الندوة هم من الأتراك والعرب واليمنيين ليطلعوا على حقيقة ما يجري في اليمن خاصة بعد مرور الآن أربع سنوات على انقلاب العسكري من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية ميليشي الحوثي باعتبارها أكبر عائق واجه المشروع اليمني بما تحمله من أجندات إيرانية كانت في مقدمة متناول الندوة نشأة وتطورا ودورا في يمن ما بعد 2011 حيث بيّن المشاركون أن التمدد الإيراني في اليمن عبر عسكرة ميليشي الحوثي بدأ يزداد منذ الغزو الأمريكي للعراق مع إسقاط العراق بدأ التدخل يعني بدأت الحركة تنتقل إلى الجانب العسكري وبدأ التدخل يزداد يرتفع وتيرة مع إيران بدعم يعني شراء بعض الأسلحة كما فصلت الندوة في الحراكين السياسي والعسكري في اليمن وأضاءت بعض الأطروحات المتعلقة بشكل هذين الحراكين ومدى التعاطي الإقليمي والدولي معهما مؤكدة أن ثمة مشروعان في اليمن وطني تمثله الحكومة الشرعية مدعومة بتحالف العربي وآخر تقوده إيران وتحاول فرضه على اليمنيين بالقوة وذلك بحسب المشاركين يفسر رفض ميليشي الحوثي التام للانخراط بالحل السياسي الحرب بالوكالة أعتقد أنه مغاير للحقيقة وأتمنى من من يقرأ المشهد أنه بهذا الشكل أن يعيد القراءة مرة أخرى المشروع الوحيد الموجود في اليمن الذي يريد أن يفرض إرادة بالقوة على اليمنيين هو المشروع الإيراني وينفذه عبد الملك الحوثي وجماعته وخلصت الندوى إلى أن الحلول السياسية والإنسانية والاقتصادية في اليمن لن تتم ولن يكتب لها النجاح إلا بكسر سلاح ميليشي الحوثي وخلاف ذلك لن تجد المبادرات السياسية طالما لإيران موطئ قدم متبق في البلاد